السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أعلنت شركة خليج البحرين للتطوير عن تنظيمها لمنتدى الأعمال 2016 والذي يقوم بمناسبة مرور عشر سنوات منذ انطلاق عمل الشركة وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحفي أن المنتدى سيستضيف قائمة من الشخصيات الحكومية وأكبار المسؤولين من أبرز المؤسسات المالية البحرينية إضافة إلى مستثمرين من منطقة الخليج وستقوم شركة خليج البحرين للتطوير خلال المنتدى باستعراض رؤيتها وتعريف المشاركين بمراحل التقدم الذي وصل إليه المشروع وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة خليج البحرين جاغان سوري أن المنتدى سيشكل فرصة مثلية لاستعراض إمكانيات البحرين الاقتصادية وضرح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والأعمال المتاحة على مستوى المملكة تكمن أهمية استضافة منتدى الأعمال هذه السنة في إرسال عدة رسائل إيجابية مفادها مضي خليج البحرين قدما في احتضان واحدة من أنشط وأنجح المشاريع العقارية في المملكة حيث شهد العام الماضي نموا كبيرا بإتمام بيع غالبية المخططات مع اكتمال البنية التحتية واقتراب المطورين الفرعيين من الانتهاء من أعمالهم إضافة إلى تتشين فندق الفور سيزنز خلال العام الماضي ليصبح أيقونة مميزة في قلب العاصمة المنامة وما يزال مشروع خليج البحرين في أوج ذروته وسيستمر هذا النشاط بنفس الزخم القوي خلال العام الجاري أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف قدرت مملكة البحرين على استعادة تصنيفها الائتماني إلى الأحسن في المستقبل المنظور وأضح عدنان يوسف للنشرة الاقتصادية أنه على الرغم من تراجع التصنيف إلى بي بي من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز فأن هذا التصنيف ليس سيئاً قياساً بالأوضاع الاقتصادية الراهنة على المستويين الأقليمي والعالمي وأبينا عدنان يوسف أن البحرين لن تنجح في تعزيز اقتصادها بالشكل المطلوب ما لم يتم تشكيل فريق عمل متكامل يضم كل المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وكل الخبرات الفردية والمؤسساتية القادرة على تحديد الخلل ووضع الحلول والارتقاء بالاقتصاد الوطنية هنا نحتاج إلى أن يكون عندنا هناك أناس فنيين يشتغلون على موضوع كيف هنا نعيد تجربة أو إعادة التصنيف للبحرين لعلمك الكريم هذا معلومة جداً يعني لازم للنسان يستفيد منهم البحرين كانت أول دولة عربية قامت بجلب شركة التصنيف للمنطقة العربية وكانت أول دولة عربية تم تصنيفها وكان تصنيفها إيه؟ مينص وبالأحداث بدت هذه الدرجات تنزل إذا وصلنا إلى اليوم هنا نتكلم على بيك اللي هما يعتبرونه يعني ليس معيار للاستثمار ولكن أنا أظن أن البحرين عندها القدرة على إعادة تصنيفها إلى الأحسن